التساع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تقدم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد وأرى برئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن أمنياته بأن تعمى مصر بالاستقرار والأمن والأمان في ظل القيادة الوطنية الحكيمة وتستكمل مسيرة البناء والتنمية في المجالات كافة وأن تحقق أيضا أهدافها وتحرز المزيد من التقدم والازدهار وتسير بخطة ثابتة نحو تحقيق آمان وتطلعات شعب مصر العظيم قال الرئيس الأوكراني بلاديمير زيلنسكي أن الدفاع الجوي لبلاده سيصبح أقوى وأكثر فعالية في العام الجديد مؤكدا أن قوات بلاده حفظت هذا العام على دفاعتها الجوية لتصبح أقوى من أي وقت مضى وأشر الرئيس الأوكراني إلى أن الدفاع الجوي لبلاده يمكن أن يصبح الأقوى في أوروبا كما أنه سيكون ضمانا للأمن ليس فقط لأوكرانيا ولكن أيضا للقارة بأكملها قال النائب الأول للمبعوث الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانيسكي إن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا تجعل من المستحيل العودة إلى العلاقات السابقة معهم بعد انتهاء العملية العسكرية الخاصة وقال المسؤول الروسي إن موسكو لا يمكنها التغاضي عن حقيقة أن الغرب يزود كييف بالأسلحة المستخدمة للقتل في دونباس وشبه جزيرة القرم في أجزاء أخرى من روسيا قال رئيس مجلس دينيبرو بيتروفيسكي الإقليمية ميكولا لوكاشوك إن القوات الروسية قصفت مدينة كوبول بمنطقة دينيبرو بيتروفيسكي بالمدفعية الثقيلة وقال المسؤول الأوكراني إن المنطقة شهدت يوما آخر من القتال المضطرب مشيرا إلى عدم وقوع ضحايا جراء القصف في سياقنا متصل قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة سوم الأوكرانية إن القوات الروسية شنت 139 غارة على المنطقة وأوضح أن الجيش الروسي قصف المناطق الحدودية بقضائف الهاون والمدفعية قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي شبه الجزيرة الكورية وذكر تهيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن الصواريخ الباليستية الثلاثة قصيرة المدى جرى إطلاقها من مقاطعة هوانجهاي الشمالية جنوبية العاصمة بيونجيانجا وقال خفر السواحل اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا وأرسل شعارا بالشأن صاروخ آخر وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن صاروخا ثانيا أطلقته كوريا الشمالية سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخادصة لليابان قالت الولايات المتحدة إن التجارب الأحدث التي أجرتها كوريا الشمالية على إطلاق صواريخ باليستية لا تشكل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو حلفاء واشنطن وأكدت القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادي في بيان إن التزامات الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان ما زالت صرمة مضيفة أن عمليات الإطلاق التي قامت بها كوريا الشمالية تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لأسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها وبرامج للصواريخ الباليستية قالت الحكومة البريطانية إن المسافرين الذين يصلون إلى بريطانيا قادمين من الصين سيتعين عليهم تقديم ناتجة اختبار سلبية للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا ذلك بعد زيادة الإصابات في الصين وقالت وزارة الصحة البريطانية إنه بدءا من الخامس من يناير سيتعين على المسافرين القادمين من الصين تقديم ما يثبت سلبية نتيجة اختبار يجرى خلال يومين على الأكثر قبل مغادرة الصين وأضافت الوزارة أن شركات الطيران سيتعين عليها فحص جميع الركاب القادمين من الصين للتأكد من نتائج الاختبارات مع عدم السماح الركاب بالصعود على متن الطائرات دون تقديم نتيجة الاختبارات السلبية نهاية موجز التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل